مساء الخير أعزائنا المشاهدين ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل وتحية لكل زملاء اللي يشاركوني في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة اليوم محور حلقتنا محور يهم الشارع العراقي بالإضافة إلى البلدان العربية الطالب بعد تخرجه من مرحلة الثانوية والعدادية مثل ما نسميها بالعراق كثير من التفصيلات المهمة والعقبات اللي يتواجه بحياته ويظل يتساءل آلاف من الخريجين لكن البطالة اللي موجودة بمؤسسات الدولة اللي ما تقدر تستوعب عدد الخريجين من الكليات العراقية والتخصصات اللي متمسكين بيها إحنا كعراقيين وبلدنا دائما نبحث عن الهندسة وعن الطيب وعن الجامعات اللي أقدر أحصل من خلالها على تعيين مركزي وباقي التخصصات اللي ممكن محتاجها سوق العمل العراقي حقيقا شاهد هنا قلة المقبلين عليها في جامعاتنا العراقية وحتى في الكليات الأهلية اليوم اللي ساعدت وزادت بازدياد وتضخم عدد الخريجين من كلياتنا العراقية نعم أحمد طبعا بعض الطلبة وأولياء الأمور بتخيلوا للأسف أنه اختيار المجال الدراسة الجامعية مثل المعهد أو الكلية هو أمر هين بيعتمد على الدرجات أو المعدل اللي بيحصل عليه طالب في الثانوية العامة أو من خلال التقدير اللي بيحصل عليه من خلال الدراسة الجامعية لكن الموضوع بكل تأكيد هو أعمق وأعقد من هيك بكتير بتخيل توفيني الرأي شافكي ولا لا؟ لذلك بالفعل اليوم نحن قررنا في بيت للكل أن يكون هناك حلقة خاصة عن المستقبل عن سوق العمل عن الكرير أو مستقبل ولادنا خصوصاً أن إحنا جميعاً في الوطن العربي انتهينا من امتحانات السنوية العامة وظهرت النتيجة والطلبة والطالبات الآن يفكرون في الكليات ما هو التخصص، ما هو المجال، ما هو المستقبل في المنطقة العربية أو في العالم تغير سوق العمل تماماً وحنلاقي أن في كل بلد أكيد مفروض أن إحنا ندرس سوق العمل بتاعنا ما بقاش هو المعتاد أنه لازم أنا مدام المجموع بتاعي أو الدرجات بتاعتي عالية فأنا أتجه مثلاً إلى كلية زي الطب أو الهندسة طبعاً كليات عظيمة ولكن أنا أقصد بأن السوق العمل الآن في المنطقة العربية وفي العالم يحتاج إلى تخصصات مختلفة التعليم المهني مثلاً الآن بحاجة إلى تخصصات وأن يعود بقوة لأنه هناك في طلب كبير عليه في سوق العمل ولهذا السبب نحن اليوم في حلقة بيت للكل وتحديداً من القاهرة سوف نتجه إلى جامعة الجلالة هذه الجامعة الجديدة والحديثة واللي بتقدمها مصر من خلال منظومة التعليم العالي والتطوير الموجود في الجامعات المصرية الجديدة وسنلتقي اليوم في فقرتنا في بيت للكل من القاهرة مع دكتور محمد الشناوي القائم برئاسة جامعة الجلالة وهو أيضاً مستشار وزير التعليم العالي للاتفاقات الدولية والعلاقات وحيكون فيه هناك فرصة أن نحن نتحدث معه وتشاهدون معنا صور من جامعة الجلالة ونعرف ما هي التخصصات وما هو واقع الفعلي الخاص بجامعة الجلالة في مصر نعم صحيح فاختيار المهنة هو أمر قد يستمر معك طيلة حياتك وإذا لم يحسن الطالب أو طالبة هذا الاختيار قد يستمروا في مهنة قد تكون ليست شغفاً لهم أو ليست من ضمن إمكانياتهم لهذا هي محطة مفصلية في حياة كل طالب وطالبة اختيار التخصص وأيضاً اختيار المهنة الصحيحة حتى يتمكن هذا الشخص من الإبداع من النجاح من تحقيق إنجاز على أرض الواقع